السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراح تبال ما تنسوش اللايك والشير علشان خاطر الفيديو يتوغل فيه ربوع اليوم بأن 48 ساعة كنا نترقب عن كسب ماذا يحدث عند معالي المستشار أكرم بيسلام في الحوار وتقريب وجهات النظر بين الموضوع اللي ساير الميديا كلها وعلى منصة اليوتيوب العالمية واخد كل الوقت بين هذه العائلة الكريمة عائلة الحج جابر وأيدر أبو زياد والرفيء رفيق حسين وأنا يمكن فيه شرط واحد وضع الحج جابر ده شرط خطر جدا أنا بنبه منه قبل القعدة وإن ده لازم يتناقش برضو بحكمة وبتروي وبرضو معالي المستشار يبقى عنده فرصة 24 ساعة يعني بحاول وبرضو أنا حطراحه لأن أنا محب لهذه الأسرة كاملة وزي ما قال الحج جابر أسرة الحج جابر مش مخصوص بهم فأيضا جز بنتنا واحد مننا وأبو زياد هو واحد من أسرة الحج جابر ويمكن الحاجة اللي كانت بتقلم الناس كلها أن حصل انشقاق على منصة اليوتيوب العالمية وبدأ فيه اتجاه زي معالي المستشار الجليل بقال فيه اتجاه للضغط بحاجات كبيرة جدا على الحج جابر وأيضا على أبو زياد وما كانش حاجات تتحمل لأن اللي كان بيدخل للأسف الشديد كان داخل متعصب جدا جدا للشخص اللي بيقيده أو العائلة اللي بيقابر الأول هنا بنسمى المجهود الكبير اللي قام به معالي المستشار أكرم بيه سلام أنه قدر يقرب وجهات النظر ودار هذا الحوار بحرفية شديدة جدا وأنا كنت قناة عادل فتحي هي من رشحت أكرم بيه سلام وأنا قلت حتى لو عمله في منصة ولا حاجة كلنا ننطوي فبعالي المستشار هيكون هو زي ما بيقوله كبير القعدة وقلت باللفز كده هيكون هو الكبير ملهاش دعوة بالسن يعني هو الكبير هو مش كبير في السن على فكرة يمكن أنا أكبر منه بخمستاشر سنة ولكن هو كبير بتصرفاته كبير لأن الناس بتجبره بسبب إيه؟ أن راجل على الحياد راجل لا يحتسب لهذا الطرف ولا لهذا الطرف ممكن تبقى صاحبه وصديقه وواكل معاه عشو ملح ولكن بتيجى تطرح موضوع معاه بتلاقيه على النقيد ضدك بالكامل ومع شخص آخر ما يعرفوش لأن مش هيقول غير كلمة الحال وده اللي قاله وقرر فيه وجهات النظر وأدار حوار أبو زياد اللي كانت الناس كلها مفكرة أن إزاي معالي المستشار الجليل أكرم بيه سلام يقابل طرف ويصير طرف علشان أعمل حوار لازم أعمل مع الطرفين في وقت واحد عشان يبقى لو فيه رد يبقى ليه حق الرد على طول ولكن بسم الله ما شاء الله كنت تحس أن معالي المستشار أكرم بيه سلام لكنه بتكلم بالسن الحاج جابر وكان فيه تهدئة كبيرة جدا وأسئلة في منطهر روعة بحيث لا تسير أبدا أبو زياد أو تخرجه على النص ووضح له واحد اتنين تلاتة وقال له الناس بتقول كذا 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 وبسم الله ما شاء الله ساعد تجلي برضو وبرضو علشان خاطر أبو زياد بيكبار لمعالي المستشار أكرم بيه سلام فكانت المواضيع بالنسبة له هما الاتنين يعني كان فيه تفاهم كبير جدا وكان فيه تسامح أيضا كبير جدا من أبو زياد وكان فيه تكبير لأسرة الحاج جابر وقال إن ده الوالد ودولة أخوات وأنا اللي مربهم لأن يا جماعة الخير لما أبو زياد خطب الحاجة صباح ألف رحمة ونور تنزل عليها كان حسن ده ابن ثلاث سنين كان عالي صغير كان الدكتور يحيى سنة ولا متولدش ولا تقول يعني كان حاجة صغير أو بقال له سنتين يعني فكان السوري في الكلام عالي صغيرة يعني هما لما طلعوا أبيه جزء اختهم ده أبيه فهو واحد منهم وأكيد أكيد طبعا مهما حصل أو كان حصل تجاوز من حسن أو كلمة زلة أو كده يعني المسامح الكريم هو قال ما فيش أي حاجة ما بين الأهل وكل اللي عده وراه إحنا هنربيه كان على النهاية بقى إن معالي المستشار الجليل لازم يقابل أحد أطراف أسرة الحاج جابر فيمكن الظروف الخاصة عند الاتنين كانت تمنع التقابل فحصل تواصل المهم إن معالي المستشار وصل إن بإذن الله يوم السبت القادم هيكون فيه اجتماع عنده بوجود أبو زياد ورفيع حسين وأيضا الحاج جابر ومحمود وإمكان حسن يحضر أو محمد اللي يحضر يحضر على الرحب والسعى فلقينا إن برضو قال وكت نظرهم وقالوا واحد اتنين تلات اربعة الحاج جابر بيقول كذا وهو واحد مننا وما فيش اعتذار إحنا أهل وما بيستغناش وأي حاجة تحصل ما بيننا تتداوى وأنا يا أبو زياد ده ابني وأنا وكلام جميل جدا جدا وصلوا معالي المستشار لأبو زياد وأبو زياد طار في الفرحة إلا شيء واحد ده أنا من وكهة نظر ولابد أن يكون هو صلب الأعداء يا معالي المستشار ويا حاج جابر وأنت لك راجل حنكة وراجل يعني الكبير بتاعنا راجل سبعين سنة يعني أكبر منه قالوا واحد وسبعين سنة واحد وسبعين بها نور هنفضلوا السبعين هنفضلوا كل سنة نقولوا السبعين يعني أكبر مني مثلا بـ 11 سنة ولك بحنكة وأبو زياد خمسين يعني راجل في سن ابنك والكلمة اللي انت قلتها أن حيتم منع أولاد أبو زياد من الظهور أنا بقولك يبقى لسه النفوس النفوس شايلة أنا راجل أصغر منك يا حاج جابر وعشر سنين أنا مش هعتبره شرط أنا مش هعتبر كلام حضرتك شرط لكن لما تقول أن أولاده مش هيخشوا في الميديا لعندي ولا عند أي حد علشان يهتموا بتعليمهم أولا على دماغنا من فوق أحيانا بيبقى شاب معاه دبلوم وبيبقى أحسن يعني في كل حاجة رزقه وكده وكلام من ده بيبقى فيه ساعات واحد خريت كلية زراعة بيبقى وزير والتاني اللي هو في كلية الطب اللي كان الأول على الجامورية يعني يعني بتبقى دي حاجة فأولا مثلا نقوله أن زياد مش متفوق في الدراسة راجل لما يخش دبلوم وكان عنده ملاحق وكده فإذا هو متوسط في التعليم يعني راجل حياخد دبلوم وبعدها مثلا يخد له معه سنتين أو أربعة بالفلوس أو كده فهو أساسا يعني يعتبر خد التجاه طيب ونيره مثلا أنا معرفش مستوها إيه والعائلة التانية عالة صغيرة لما أنا أجي أقول يوسف وريماس علشان خاطر يركزه في التعليم يبقى الكلام ده زي أنا جاي ما أخطب بنتك يا حاج جابل فأنت بقى بترفض فبدل ما تقول أنا رافض هذه الجوازة يا عم عدل فبتقول لي والله ده البنت هتكم العالم فالبنت مثلا في تالتة سنوية البنت في قولة كلية في تانية كلية يعني معناها خلاص فحتى يعني فدي واضحة أنا عايز أعرف إن قلتك إن الأولاد ما يصروش أنا باعتبره ما تزعلش مني كلامك على الدماغ من فوق ولكن يبقى ما زال الحاج جابر زعلان وهذا الشرط حتى أنت لما قلت الأولاد والمصاريف والكلام ده أنت كتر ألف خيرك وما حدش يقول أي حاجة وعبو زياد النهاردة قناته بسم الله ما شاء الله سرحت يعني يقدر يصرف عليهم ويقدر يعني يتكفل بهم وما فيش أي حاجة ولكن هذا إحنا مش موضوع موضوع تكلف أنت كده حرمت لو بصت لمعاني المستشار الجليل قال لك إيه قال لك وأولاد أبو زياد يوتيوبرات أحبهم الناس أنت عايز الناس حبت أولاد أبو زياد تحرمهم عايز تحرم أطفال أنا عند عشر أحفاد بيتابعوا القنوات بتاعتكم أو القناة مثلا بتاعتهم مزاد وكلام من ده عشان خطر الأولاد دولة يوسف أنا عند حفيد بيعاية بيقول لي إزاي أنا مش هشوف يوسف أو مش هشوف رماس فدولة معلش عزرا مش ملكوكو هم ملك الناس كلها ويطلعوا وزي ما قلنا قبل كده ممكن زي أنت ما قلت إن كانوا يطلعوا هنا وهنا بالموافقة وبراحة ووحدة ووحدة وما ينفعش إن إحنا نقعد العيال في ناس هتقول لك لا يا عمي يتموا تعليمي ما إحنا فاهمين إنه هيبقى نظام دبلوم ولا حاجة وحاجة متوسطة ولا كلية ولا حاجة أولا في شريط الفيديو يعني ده اللي كل ثلاثة أيام ولا كل أربعة أيام ولا كل خمسة أيام ربع ساعة ولا نص ساعة ضيع العيال يعني العالمة بتتبعش لا من اللي قال الكلام ده لكنه بيتفرج على ماتش الكورة يعني ماتش الكورة هياخد وقت منه أكتر من ده ثانيا الأولاد دولت ما ينفعش زي ما حصل مع سيدة الغناء العربي لما قامت الثورة وبعض الناس بيقول لك ده كان يتبع الملك فلازم منعه لا ده قرار صعب صلاح ما يلعبش كورة علشان مثلا مصر خسرت كاس الأمم الأفريقية مرتين وما أداش الأداء مثلا معنى محمد صلاح كان كويس هل ينفع ان احنا نقول ما ينفع ما ينضمش محمد صلاح لمنتخب مصر ما ينفعش هل واحد عشان ضيع ضربة جزاء ولا حاجة فما ينفعش فأنا برا من النهار ده الحده يوم السابق الحج جابري يتراجع عن هذا الطلب ويبقى فيه حلول أخرى في الأعداء اللي هتبقى يوم السابق الموضوع مش إن أبو زياد موافق أو غير موافق إحنا لما نبقى تصفينا في كل ده فتبقى القلوب متصفية هو مليش أولاد أولادكم وأولاده وأبو زياد أولادكم أنتو حسن ومحمد أولاد أبو زياد فالموضوع ممكن بشيء من التروي إن شاء الله يوم السابق نجد له حل ولكن منع زياد ونيره ويوسف ورماس من الظهور خطأ كبير جداً أنا هقول خطأ يا حج جابري خطأ كبير جداً 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 ولا كنت أتمنى إنك تكون حاطد هذا البند إنه أحد بلاش شروطك طلباتك في هزين قعدة وكده لا إحنا الموضوع مش موضوع اللي عال تصرف منين ولا تعمل منين لا الموضوع إن دولة أولاد نجحوا في هذا المجال زي معال المستشار الجليل مقال ويبقى لهم جمهور وبقى لهم متابعين وبقى لهم محبين إنت إذا كنت ترى الحرق إن الناس بيقولوا إن أنتوا بتستغلوهم بتستغلوهم وقنواتكم محدش يقول كده أنا راجل متابع وراجل بفهم في حاجة اسمها إحصى قناة الموزيد قبل ما تتوفى كانت ربع ومية وكسور وكان كل الأمنية للحاجة صباح وأولادها وليكم القناة تحصل على النص مليون وقلنا هنعمل احتفال ما حصلش لو القناة حصلت على نص مليون هنعمل احتفال ما شفيتوش هذه الإمبراطورية العظمة ويجي سميع سبحان الله وتعالى إن الروح تطلع إلى بارئها قبل ما توصل للخمسمائة ألف النهاردة بسم الله إن شاء الله القناة دخل على مليون ونص يعني ينفع أنا يا حاج جابر الزرع اللي عندي مروحش بالمية علشان مثلا حاج دزع عني ولا حاجة حيموت الزرع هيموت القناة هتموت التعب اللي حصل سنتين ولا تلاتة تعب على هذه القناة يضح في لحظة فالقناة اتحركت بعد وفاة الحاجة صباح من ربعمية تلاتة واربعين ألف فانس لستمية لسبعمية لتمنمية المليون وكانت الدموع كلها وإحنا بنحتفل للحاجة صباح بالمليون الأولاني وإحنا إن شاء الله قدامنا خمس ستة شهر ونحتفل للحاجة صباح وقناتها بالمليون الثاني وزي ما قال أبو زياد أنا قناة ايه أنا القناة دي من يومها دي القناة لأولادي يعني هو كله الأولاد وحتى يا جماعة يا جماعة القناة بتاعت أبو زياد اللي هو عاملها دي بتاعت زياد دي بتاعت زياد وبتاعت رماس وبتاعت نيرها القناة اللي هو طلع منها اللي هي كبرة اللي هي طلعت من تمانين ألف البية وصلت مية أربعة واربعين ألف أبو زياد قناته خلاص كبرت مش محتاج مش محتاج حتى مساعدة من أولاده بس لازم ولاده يساعدوه ان شاء الله لما ييجي مثلا يقعد في ضيافوتهم او يروحوله يوم في الأسبوع يوم كل عشر ايام يوم كل خمس ايام في كل وقت ييجي وزي هو ما قال طبعا حياة لو فيه بقى اي حاجة يعمله في لج وهم رايحين يتفسحوا هنا رايحين مثلا في البلاج يحصل زي ما كان في قلب الفلة عنده ابو زياد ويصوره ويقعده ويعمله ما فيش اي حاجة وبالرحبة والساعة لان انا ان شاء الله لقاء السبت اللي هيحصل وزي ما قال الحاج جابر ان اكيد العيال وحشين الابو زياد وعفى الله عما سلف يا ابو زياد ولا تتناقش في اي كلمة مع نيره ولا مع زياد فانت تتحسب لهم وانت يا ولاد اسمعوا كلامي ابوكم سر وجودكم في الحياة يعني احنا عايزين يوم السبت ده يوم يبقى هو لقاء السحاب بوجود انه حيتقابل كمان فيه ابو زياد واولاده لانه حيبقى فيه مشاعر فياضة انا اعرفها وانا اعرف ايضا ان الحاج جابر راجل مش يعني مش هتتشبس ابدا بهذا الرأي ولازم احنا بقى اعملوا هاشتاك يا جماعة مش بمزاجك يا حاج جابر ممنوع منع ليرة وزياد ورماس ويوسف من اليوتيوب لا انتوا اتمنعوا احنا مش عايزينكم بس احنا عايزين الاولاد يظهروا تاني بس يظهروا معاكم يعني كل التحية وكل الاحترام وكل الشكر والتادير لبعالي المستشار الجليل اكرم بيسلام على المجهود ويجعله يا ربي في ميزان حسناتك والكبير كبير كبير مقام وازبت بالفعل معالي المستشار بدماثة خلقه وبي ادارة هذا الحوار الشائق جدا بين الطرفين بحرفية ومهنية كبيرة جدا ان يصل به الى شرط الامان وباذن الله سيكلل الله جهوده وبإذن الله يوم السبت حيبقى يوم مفرح لكل المصريين وانا متأكد وحيبقى يوم خير بإذن الله بس وعي حج جابت الاولاد دولة يتمنعوا اللي هنزعى كلنا مننا كل التحية لكل محبي ومتابع عدل فتح في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته